فيما يخص المنتخب الأول فارغي فيتوريا المدير الفن المنتخب مصر بيدرس الشكل الهجومي لمنتخب مصر في مباراة ملاوي الأولى طيب في كذا سيناريو في كذا سيناريو أقول لحظاتكم السيناريوهات اللي في دماغه هو أولا معجب جدا بكهرباء جدا بس السلاسي الهجومي لمنتخب مصر هو سلاسي هجومي ثابت عمر مرموش على الشمال مصطفى محمد مهاجم محمد صلاح طبعا على اليمين هو حاليا بيدرس ان كهرباء يخش بديلا ليه عمر مرموش او مصطفى محمد بس دي نسبتها اقل من نسبة ان التلاتة هم اللي يلعبوا يعني التلاتة اللي هم مرموش صلاح مصطفى محمد دول الاقرب بس هو عايز يلاقي دور لكهرباء في التشكيلة الأسية لمنتخب مصر في مباراة ملاوي الأولى تحديدا في القاهرة ده بالنسبة لتفكير روي فيتوريا اللي قاله لجهازه المعاون عايز مكان اساسي لكهرباء في التشكيلة لسه بقى هيحسنها ممكن بكرة نكون عرفنا بيه بيه